سلام عليكم ازايكم الحبايب قلبي عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة فيديو جديد وايه سيدة جديدة سيدة النهاردة سيدة الفرحة والجمال والسرور سيدة اللي احنا كلنا بنحبها واللي احنا كلنا دايما دايما كده بنبقى بنستمتع واحنا بنتفرج على الفيديو بتاعها فيديو النهاردة طبعا ايه سيدة مغربية ولكن هي عاشة في دولة اوروبية طبعا كل ده انتوا عارفينه ولكن النهاردة تعالوا نشوف افكارها الجديدة وتجديدها كمان لبيتها وتغييرها وتنظمها ليه هيكون عامل ازاي وهيكون مختلف كمان بس قبل ما نكمل الفيديو ما تنسوش دعمكم ليه بأحلى لايك كده منك وكمان لو انتي اول مرة بتشوفيني من خلال الفيديو ده اكيد طبعا يستعدني وجودك معايا واشترك في القناة وفعالي زرار الجرس على الكله اكيد تنضم العالتي وجودك ده شرف على ابناغي من فوق ربنا يدمكم نعمة في حياتي وخليكم ليه اغلى واحسن ناس في حياتي حبيب قلب الغليين والله بحبكو كتير ربنا يدمكم نعمة في حياتي يا رب لسه دعواتنا كده الاهل فلسطين شغالة كده ربنا ورب ينصرهم ان شاء الله نصر لهم عن قريب يا رب اللهم امين طبعا هنا اول حاجة هي ابتدت بيها هي غرفتها زي ما انتو شفتو هي عاملة غرفة كده والغرفة دي بتاعت الزهور وكمان الكوشنز هنقول يعني غرفة ليه الخزين بتخزن فيها كل الحاجة اللي هي مش بتستخدمها وكمان برعاية الضابل فيس اللي بجاد منتشر دلوقتي معادش حد بيخرم فيه الحيطان خالص الضابل فيس كده بتحط فيه الطابلو بس ها بيكون متين شوية وبتبتدي تلزيل طابلو بتاعك بكل سهولة طبعا هنا الكومود بتاعها او بتاع التسريحة او بتاع الكومود يعني حطت فيه كل حاجات هي بتستخدمها من نسبة للميكة بأي حاجة بتستخدمها ومنذيل وهكذا زي ما انتو شفتو وبما ان للذكور هي حابة جدا جدا اللون الروز او اللون البينك زي ما انتو شفتو يمكن هي بقالها فترة سبتع اللون الروز ده او اللون البينك ولكن هي يعني هي حابة وطبعا انتوا عارفين اي بنتة او اي بنوتة بتحب لون البنك لان هي بنوتة تعالوا نشوف غرفة ابنها النهاردة وهتنظمها ازاي وترتبها ازاي جبتلكوا فيديو قبل كده ليها برضو وهي كانت بتنظم الغرفة عند ابنها برضو او غرفة الملابس فهتبتدي كده ان هي تنظمها له وهي بتقول ان كل وقت بتنظمها له وترتبها له ترتيب حلوي كده طبعا ملابس الشتوي ولبس الكورة وكل حاجة هو بيستخدمها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده هي قوضة بسيطة ولكن القوضة داخلها الغرفة بتاعته يعني نقوم زي غرفة دريسنج كده بس هي داخل الغرفة عنده يعني وبعد كده بقى هتنظم له القوضة بتاعته زي ما انتوا شايفين كده تنظيم حلو علشان يكون كل حاجة نلايق على بعضها او كل حاجة تكون متنسكة مع بعضه خلاص هنا طبعا زي ما انتوا شايفين كانت خلصت كل حاجة وبعد كده تعالوا بقى نشوفها في المطبخ وتنظمها وترتبها في المطبخ اللي كلنا دايما دايما بنبقى حابين نتفرج على الفقرة دي وهي فقرة المطبخ وتغييرها تنظمها في المطبخ بتاعه طبعا هنا هتعمل روتين كروتين شهري ويمكن انا قلتلكوا قبل كده على الروتين ده ولكن احنا كلنا بنتحفز به برضو بيكون عندنا شوية من التحفيز ان احنا يكون عندنا شوية حاجات زي كده تدينا تحفيز في قلب بيوتنا هنا طبعا هتبتدي ان هي تنظم كل البوكوليات بتاعتها وجابت بوكس كده حطت فيه البسكوت ودسبنسر حطت فيه الكورنفلكس وكل حاجة بتستخدمها وبعد كده هتبتدي تنظمها في غرفة الخزين عايزيكوا تقولولي انتوا عاملين ايه تمنونوا عليكم كده انا عارفة ان انا غايبة عنكم بقالي كام يوم مش برد على الكومنتات بقالي كام يوم بس والله العظيم غصبة عني الفترة دي مضغوطة جدا فدعوتكم لي كده ان شاء الله ربنا يصطر لي كده الحال ويصطر لي الامور يا رب اللهم امين انا وانتوا يا رب اللهم امين فتمنون عليكم وحشتوني والله العظيم انا فكرة انا بقرأ كلكم منت يعني ناس كتيرة ممكن تقولي يا رودي احنا بنكتبلك بس انتش بترد علينا بس والله العظيم غصبة عني والله العظيم غصبة عني ولكن انا بشوف كومنتاتكم على فكرة انا من الناس جدا اللي انا مش بعمل تجاهل ابدا ابدا للكممنتات لان كلامكم دوت يعني ده شرف على دماغي من فوق وحيات ربنا فازاي واحدة كلفت نفسها وكتبتلي كومنتي كده محفز ايا يكن هو الكومنت اللي هي كتبته كلفت نفسها بس ومسكت موبايلها وكتبت كده كومنتي فانا لازم يكون عندي زوء اخلاق ان انا ارد عليها كفاية زوءها اللي هي ردت علي بي فلاازم ارد عليه ولكن الايام دي والله العظيم مجهولة فعلا ولكن ان شاء الله سبولي كومنتات النهار ده وانا هرد عليكم في كل كومنتاتكم وهرد عليكم كمان في الكومنتات السابقة اللي مكنتش رديت عليه بس عايزك ودعمكم لها كده باللايك الجميل كده اللي بستمتع به كده بحس كده ان فيه استمتاع والله باللايك ده بصو بقى تعالوا بقى نشوف البرتمانات او الجرات اللي هي طبعا منتشرة دلوقت اللي الغطة بتاعها خشبي والمعالق كمان خشبي هنا كانت بتقول بتحط فيها التوابل او الشوفان او الحاجات اللي هي بتستخدمها من نسبة لي الحاجات الصحية يعني بيهجبني افكارهم اوي برا يعني كل حاجاتهم بتكون شفافة كده وبيكون باين فيها الاكل ده بتكون حاجة حلوة اوي مش عارفة ليه ممكن يكون الناس تتفق معايا على كده وفيه ناس لا مش تتفق معايا وبحسهم كمان معظم المأكلات او الاكل اللي هما بياكلوه حاجات تبقى دايما دايما صحية وعندهم حاجات كده ان هما يعلموا اولادهم او هما ذات نفسهم بيجيبوا حاجات يخلي اولادهم يكلوا حاجات صحية يعني هنا السيدة اللي معينا النهاردة اولا هي السيدة اسمها سيدة فرح فنشوف النهاردة كمان هتعمل يعني نوع كده شكلت والله العظيم احنا ممكن نكون بنجيبه من برا من الاسواق غالي جدا ولكن هي عملته بابسط الامور لأولادها وعملته كمان بكمية وده هنشوفه مع بعض دلوقتي تعالوا بقى نشوف الطقم الطيجر اللي زي ما قلتلكم ممكن في كام فيديو عادهم ان هو نازل موضة دلوقتي مش عارفة هما بقى بيحبوا الفترة اللي احنا فيها دي او بيحبوا الطقم الطيجر مش عارفة هو بيدل عن ايه بس انا شفت اكتر من سيدة سواء في تركيا او في فلسطين او في المغرب او في الكويت والعراق شفتي سيدات كتيرة وكمان والله في الدول الاجنبية شفتي فيها كتير الطقم ده خصوصا الفترة دي يعني مش عارفة ليه هل بقى ده مثلا نازلت الرند ولا هو يعني في الفترة اللي احنا فيها دي بس مش عارفة بصراحة المهم هنا كانت غيرت المعالي الجلد شوية وجابت المعالي اللي احنا عارفينها اللي هي الاستلس وداخل فيها جلد شوية وزي ما انتو شايفين يعني بعد ما خلصت الدنيا كركبة كده فهتبتدي برضو ان هي ترتبها وبما ان بقى هي كانت بتنظم كده فهي قالت لا انا هنظم كمان الرف او المكان بتاع الكبيات او بتاع الموجات علشان كان محتاج ان هو يتنظم او يترتب زي ما انتو شايفين والحاجات اللي ملهيش لازمة بتبتدي جيب كرتونة زي ما شفته بتكتب عليها اسماء الحاجة اللي هي بتحطها وانا شخصيا في بيتي يا جماعة عاملة كده ببقى عاملة كرتونة كده حط فيها مثلا صيني حط فيها اي حاجة وقم كتب عليها ده مثلا طقم كزا او ده طقم كبيات كزا او ده فهميني كده اللي هو عشان لما اجي طلعها او اجي اعوزهم اتلاقيهم قدامي فهمين ازاي يعني ما عودش بقى فتح الكرتين كلها واجه بص ما تلاقهمش في الكرتين اللي انا فتحتها دي بس هنا طبعا خلاص نظمت طبعا المطبخ بما اني زي ما قلتلك يعني احنا كلنا التجديد والتغيير ده بيكون حاجة حلوة اي اكيد كل سيدة مننا فيها نفس الطبع ده لما بتجيب حاجة جديدة او بتحس ان في حاجة جديدة دخل بيتها كده بتمسك المكان اللي هي بتبقى قاعدة فيه وبتبتدي ان هي تنظمه عشان الحاجة البسيطة اللي هي جابتها جديدة دي تخيلوا دي يعني انا كمان من الشخصيات دي قوي يعني لما بيكون في عندي حاجة جديدة او جايبها جديدة بصراحة لأ يعني والله بجد بشيلي المكان وحطه تاني عشان مجرد الحاجة بس اللي انا جبتها جديدة دي تعالوا بقى خلاص هنا بعد ما خلصته هتعمل مكان ركن الشاي او كوفي كورنر هتبتدي ان هي تنظمه وممكن انا جبتلكم مكان لكوفي كورنر ده ابتر من مرة كمان ولكن هو بيكون حاجة كويسة احسن حاجة زي ما قلتلكم اللي هما استخدمتهم بتكون حاجة حلوة يعني البسكوت بيجيبوه البسكوت اللي هو البني اللي بيكون بالدقيق بالدقيق الاسمر السكر بيجيبو الحبيبات السكر اللي هي الاسمر مش الابيض ودي بيكون حاجة صحية جدا زي ما قلتلكم في اكتر من فيديو فنحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني نعمل كده كمان في بيوتنا يعني حتى لو ما احناش هنشتريهم بس نغبزهم عندنا في قلب البيت يعني مثلا تقدر تعملي بسكوت بس تعملي حاجة صحية كده يعني وما يمنعش طبعا انك انت هتعملي حاجة اكيد الحاجة دي هتكون هتكسر النظام او هتكسر الروتين عادي بتاعك ولكن اهو يعني فهمني اللي هو يبقو تغيير مش اكيد كل حاجة هنكلها مسقرة ونكلها يعني حدقة كده عشان صحيتنا برضو تعالوا نشوف بقى الوصفة اللذيذة الجميلة من قلبين شكلة كده شكلة ابيض وشكلة اصمر او شكلة غامق هتبتدي كده ان هي تنظمهم على ورق زبدة وتحطهم في قلب المايكرويف او الفرن علشان يسيحوا وكمان هنا بلح او طمر هتبتدي ان هي تقطعها حبيبات صغيرة وشوية مكسرات هتقطعها برضو حبيبات صغيرة وهنا بقى كده بالخلة كده او بالسويك هتبتدي اتدخل شكلة مع بعضه الغامق مع البيضة علشان تعمل ماتشنج يعني مع الاتنين وطبعا ده بتعمل بشوكولاتها اهب محاجة ان هي تكون نوعها مضيف وزي ما شفتو جابت بقى المكسرات وجابت جوز وجابت الطمر حطيتو فيها وحطت الرقائق الصغيرة اللي هي بتكون مملاحة شوية اه وكمان شوية من زي ما انتو شفتو كده البلح وتقريبا ده زبدة الفولو السوداني مش عارفة او كرمل مش عارفة والله لا زبدة الفولو السوداني او كرمل وهتسيبها تنشف كده لحد شايفين بقى قالب محترم زي اللي احنا بنجيبه من برا من الاسواق غالي جدا وعملت لهم حاجة كده شكلة لذيذ وطعم جميل اه يكون مقرمش انا بصراحة بحب وصفاتها وبحب اتفرج جدا جدا على وصفاتها لان انا شخصيا يعني بجربها عندي في بيتي وبتطلع حلوة قوي يعني والله العظيم جربت منها قبل كده يمكن وصفتين وفعلا حقيقة طلعوا احسن من بعض تعيني شوف هنا بقى ده جهاز كده وكمان فيه النجاهات بتاعة هي فيتامين او فيتامين بتاخده في قلب الجهاز ده زي مكينة القهوة كده بالزبط ولكن هي بتقول ان هو دي حاجة بتساعدها على الطاقة هو فيتامين ولكن بنكهات زي ما شفته بنكهة الفراولة بنكهة البرتقان وبتحطه معايا تلج وهكذا فبتقول ان هو حلو جدا وبتشرب منه طول اليوم وهي ماشية كده بيديها طاقة وده حاجة كويسة يعني الفيتامين والحاجات دي بتكون حاجة كويسة لنا جدا جدا في قلب بيوتنا يعني برضو يعني بتساعد جدا انك انت تكون صحاتك كويسة وفي نفس الوقت عندك طاقة لشغل بيتك والحاجات بيتك انك انت تخلصيها ويكون عندك باور كده تعالي نشوف اخر حاجة هي السفرة او ايوة السفرة ويه البوفي وكانت جايبة السفرة دي انتوا عارفين ان هي غيرت اكتر من سفرة ولكن هو البوفي او البار هو هو وبما ان هم بيحبوا الاساس الجديد وبيحبوا الحاجات الجديدة والتغيرات الجديدة فزي ما انتوا شايفين جابت طاقم كده لطاقم كريسة سفرة باللون الوفويت وكمان حبة ان هي الرجول بتاعتها تكون باللون الجلد وتبتري كده ان هي تحطها علشان يكون الشكل حلو طبعا زي ما قلتلكو الحاجات المبهجة دي بتخلينا دايما نكون عندنا اسرار على الحاجات النطيفة يا ربي تكون الفيديو عجبكو تكون السايدة الجميلة بتاعت النهاردة تكون عجبتكو والحد كده من الفيديو يكون خلص الفيديو بتاعي النهاردة اشوفكو الفيديو الجاي واسبكو فرعاية اللي وحفظو وعايز ارأيكو تحت فيه الكومنتات وما تنسوش دعموكم ليا باللايك اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة